وهلا والله بالمرتبين كيف حالكم عساكم طيبين وبالفالف خير ان شاء الله ارتحت لكم بفيديو جديد من سلسلة سيتي اي وحدة او وكانت مكافحة الارهاب الدولية طبعا مستمرين في عمليات تفكيك الخلايا الارهابية على مستوى العالم وفككنا اول خلية واللي هي كانت تستهدف دوري كرة قدم كان هيحضروا خمسين الف بني ادم فككنا الخلية كاملة والحمد لله رب العالمين انجحنا فيها وكانت امورنا مية بالمية طيبة الان رح نعمل upgrade لوحدات قوات خاصة رح نطور عملية التعقب والمراقبة وبس حاليا هاي النقاط اللي عنا عشان نقدر نطور فيها فخلونا نبلش كان اخر تحقيق عم نشتغل عليه بين لاك وبين طيب اللي كان لاك عامل اللي هو لاك موجود بفييننا فبالنبسة فلاك كان عامل جهاز متفجر قطر التفجير حوالي عشرين متر فياس خلينا نتابع هاي القضية ونحقق فيها ونفكك ونحل كل الغاز الموجود فيها بدي من الكل يركز اوكي ممتاز بدي من الكل يركز طبعا العملية مية بالمية بفرنسا مرة تانية اكدولنا انه تم التصدي لها وأعطونا كمان نقاط وصار فيه نقاط تواصل جديدة بين لاك وبين بين طيب لاك بحكي له بعتقدني أنا لازم خلينا نخلص المسجدات عشان أحكي لكم إياهم لاك بحكي أعتقد أنه لازم أزورك يا طيب فطيب بحكي له الأفضل لا لاك بحكي له أنه بقدر أورجيك الآلة أنت بتعرف شو يعني الآلة فطيب بحكي له أنه هل هي آمنة عشان تنقلها يعني من خلال طيارة بالمناسبة يعني فلاك بحكي له إيش قصدك أكيد آمنة لحد ثلاث أيام ما صار ولا أي حادث فبيحكي له طيب حادث شو حادث أو شو حوادث يعني فلاك بحكي له أنه رازورز بروجيكتينج أوكي بقت نومور كان كأنه فيه غلط وهو صلحه أوكي فطيب بحكي له أنه أنت مجنون مش عارف مش عارف شو ممكن نصنفهم هدول صراحة خلينا نشوف باريس السيف بحكي له العميل تبعي أنه باريس آمنة خلينا نطور مزيد من الأدوات إذا قدرنا عشان لازم أتحقق من هدول لأني مش فاهم شو اللي عم بيشتغلوه صراحة اللي فهمته أنه لاك عم بيشتغل على ماشين أو آلة هاي الآلة متفجرة ومش آمنة وبدو يعرضها على صديقه اللي هو طيب اللي بأوكرانيا فمش عارف شو الترتيب بيناتهم هلا حيصير نستنى أي رسالة أو اتصالات جديدة تشبكنا وتواضحنا شو العملية اللي عم بتصير خلونا نضغط مبدئيا على النمسا بحيث أنه نحصل على عدد من القوات فيها نزيد عدد القوات وبعدين أوه في عملية طيران هون فهد آه فهد عم بطلع من إسلام أباد ل بها بها والبور توقع برضو إيش هاد برضو بي باكستان عملية التنقل تبعته آه باقي هاد لازم نسيطر عليه مش عارف كيف لازم نسيطر عليه لازم نرفع أعداد القوات في باكستان عشان نقدر نعتقله لأنه هذا بشكل خطر علينا طيب بالنسبة للنمسا رح أعمل فيها ثلاثة هكر ثلاثة متعقبين و ثلاثة شرطة أربعة هكر أربعة متعقبين وحدة تحقيق واحدة و يس خليني أشوف أنا بأدي هاي اللي بالنمسا الشب هذا لازم أقدر أحل الأزمة تبعته أو أحل مشكلته بصراحة أوكي هذا الشب لازم أحل أزمته بسرعة خارقة أف 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 سنة شوي في عملية إيش مش فاهم إيش اللي صار هدولة خلصت العملية وهدولة تحليلنا لهم كان خاطئ للأسف اللي هو طيب والثاني عدو الله لسه هيني بدي أحقق كمان يعني المزيد من تحقيقات إيش في هون في عنا جيرفري واشنطن هذا الشخص كان حامل سكينة في مكان عام وتم التحقيق عنه الإبلاغ عنه للشرطة فراح أحقق أتعقبه يعني عشان أعرف شو وضعه هذا الشب هذا الشب موجود في مدينة اللي هي مانقواوا مانقواوا ما بعرف فوين هاي المدينة صراحة بس هي بأمريكا اللاتينية بالنسبة للملف تبعنا هون هذول معتقلين هذا الشخص دي السماء بنعرف شو وضعه ولا ننة لازم نعتقل ننة بتخيل لأنه كان إلها علاقة وقف للوقت بسرعة لأنه عم بصير شغلات إحنا ملناش أوف مش كادرين نعتقل حدا في بريطانيا للأسف هذا اللي في موسكو لازم نعتقله إذا قدرنا نجاح مؤكد للعملية مش مؤكد نجاح طيب هذا الشب وين موجود في أمريكا ساموئيل خلي خلي نشوف شو الترتيب هلا في هون عملية طيران برضو فهد هاي ووصل على المدينة الثانية اللي في باكستان طيب بدنا نضغط على باكستان هسه لا 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 يا جماعة بدنا نضغط على باكستان أنا ضغطت على روسيا بالغلط في تواصل أوكي ما بين جيفري واشنطن وما بين شخص بأيسلند اللي هو ده ده بريل شو الوضع عندهم طيب يا جماعة جيفري بيحكي للشاب هذا اللي بأيسلند بيحكي له أنه أنا ما بدي أحكي عن هذا الموضوع فالشاب الثاني اللي هو دهابريل عم بيحاول يقنع أنه يحكي وجيفري رافض ومش عارف أنا شو الموضوع آخر إشي دهابريل بيحاول يقنع جيفري بيحكي له بيسأله يعني بيحكي له أنت عندك أفكار انتحارية عم بيسأله فجيفري بيحكي له أنه وقف شو عم تحكي الحكي معك أكبر غلط فيبدو لي أنه في غلط عامله اللي هو جيفري فلازم نتحقق ويا رب أنه ننجح في عمليات التحقق تبعتنا طيب ضغطنا على روسيا رح أرفع فيها عدد الهاكرز لثلاثة وعدد دوريات لثلاثة وكمان شخص للتحقيق ورح أضغط هلا على باكستان علشان أقدر أعتقل فهد أهم إشي نعتقل فهد هلا لأنه فهد هو رئيس العصابة اللي اللي كان عم بيشتغل على موضوع تدمير تدمير الملعب في باريس وقتل الناس الموجودين هناك رح أرفع عندي هنا أربع دوريات وأخليهم حتى خمسة في باكستان رح أرجع أضغط على باكستان كمان مرة عشان أرفع الأعداد هناك لأنه أتوقع أنه باكستان حيكون فيها رهابيين كثير في عنا مسيجات بين جيفري وبين كورتس نشوف كورتس في المكسيك وجيفري بمانقاوا يخوان جيفري عم بودع قاعد كورتس فكورتس بحكي له أنه أنا رح آجع من قاوة صبرك يعني بس مش اليوم فجيفري بحكي له أنه لا مش هنا النقطة أنا مبسوط أنه أنا كنت عم بقدر أحكي معك من فترة لفترة فكورتس بحكي له أنه شو عم بصير جيفري بحكي له أنه أنا بقدر كل الأشياء اللي عملتها عشاني وأنت شخص عظيم إلى اللقاء يا جماعة مش عارف شو التصرف الصحيح هيكون مع جيفري خايف أعتق له يكون قرار خاطئ و رح أصبر عادي حصبر شكله حينتحر مبدئيا بس رح أصبر يا رب أنه ما ينتحر أنه قدام الناس كلها أنه يأذي حدا معا ينتحر لحاول ما عنديش مشكلة في عملية اتصال في أمريكا في شيكاغو وفي نيويورك آدم تايلور وجان يونج آآ أوكي طيب المحادثة اللي صارت هنا حدا عم بيسلم على الثاني فإنه أنا ما رح أقدر عمل إشي اليوم فبيحكي له أنه ليش أتوقع منك هل أسمع تبرير منطقي فبيحكي له أنه أنا لساتني في المكتب وشغال وما أتوقع أني أطلع أي مكان بعد هسه بهذا الوقت فبيحكي له آآ أوكي فهمت أنت عارف أنه هذا الموضوع بعنيلي كثير فالتاني بحكي له أنه آآ أنا آسف أنه أنا ما خطط الموضوع فهو بحكي له أنه أنت دائما هيك فهد بحكي له أنه أنا آسف فبيحكي له باي شو العملية اللي بتصير هون مش فاهم رح بلشت القضايا تصير بتخوف فخلينا نحطهم تحت مجهر الشك طيب رح أزيد عدد الهاكرز بباكستان ورح أزيد حط فرقتين تحقيق في باكستان الآن رح أتصرف ما فهد اللي هو قائد العمليات في باكستان يعني قائد للجمعية الإرهابية كان فأيس نحاول نعتقله الآن خمس سيارات رح أبعت له نشوف شو هيصير هلأ تم النجاح وإحنا هيك استلمنا اعتقلنا المدير أو القائد والزعيم تواعد العصابة الإرهابية يا جماعة الخير هذا إنجاز كبير كتير ولازم نطور هلأ عمليات التجسس هنا في عنا اختراق للسوشال ميديا وهنا في عنا خيار إنه ندرب الفرق تبعتنا لا ما حتدرب الفرق حعمل اختراق للسوشال ميديا عشان نقدر نوصل لمعلومات أسهل في عنا هنا علامة أوكي جيفري آه جيفري اليوم عم بيحاول يعني عم بيمسك السكينة وعم بتدرب عليها فمش فاهم كتير حاب إني أتصرف مع جيفري بس مش قادر خليني أروح على المدينة لا سري أروح المدينة اللي هو ساكن فيها مبدئيا لأنه العملية لأنه العملية صعبة جدا بدأ أروح المدينة اللي هو ساكن فيها عشان أضغط عليها وأزيد أعداد القوات هناك بمنقاوة هي باناما هو ساكن لا مش نيكرا نيكرا قواوا هديك الدولة أوكي أضغط عليها أزيد الأعداد فيها عشان أقدر أتصرف معها لازم نحقق معها هذا لسلم أوكي بس أنا ما كان عندي دفاصيل أوكي لازم أجهز فرق للتحقيق فعليا هذا خطأ إنه أنا موجهز فرق تحقيق فهايها فرق التحقيق بدها 140 نقطة كيف نجيب 140 نقطة أنا صدقا ما بعرف شكله ما نجح الضغط على هذه المدينة فيه هنا عملية شراء للسلاح أتوقع تدرب على سلاح ماريو خلينا نصنف ماريو على إنه مشتبه به ونتعقبه مبدئيا بالسويد لازم نشتغل على موضوع الفرق لأنه إحنا مشغلين صح صراحة عملية اللوبي ما نجحت في المدينة تبعت هذاك الشخص فيبدل إني لازم أعتقله أو مش عارف أنيسيا تنقاتلها أوكي هنا عملية حرق أوكي خلص ممتاز هاي هجوم بالسكين لازم نعتقله الآن تم الاعتقال أوكي ممتاز في عملية ترسل بين السويد وبين فيينا شو الوضع هون شكل الاثنين هدولا موجودين في جماعة إرهابية وأتوقع أنهم آضاء لذلك الآن رح أتبرهم أعضاء في جماعة إرهابية أنا مقادر أحدد هاي الجماعة أوكي فحبدأ بعملية التعقب للأول وتحكير حسابه أكيد لازم طيب شوف 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 الترتيب هون هذا فاينينس مانيجر بتوقع أنه يكون آه أوكي رح تبرو هلا فاينينس مانيجر مدير المالي للمجموعة الإرهابية هذه الآن العملية رح تكون هي كلها بالتحقيق على فكرة تم الاعتقار لجيفري كويس إنه اعتقلنا يعني شوي متأخر كان بس منيح عملية تراسل جديدة برضو بين باريس تشارلز وبين هو هذا الشاب الفاينينس مانيجر نشوف شو التواصل أوكي اللي عم بفهمه من هذا الكلام إنه تشارلز عم بيبعت للمدير المالي عم بيحكي له إنه رح نشتغل بالخطة بي لأنه الخطة ما عندنا مصار ينقضيها فبيحكي إنه المدير المالي بيحكي له إنه أصلا إحنا ما عندنا فلوس فأنت بتعمل الصح كيف هلأ صار هيك تشارلز بيحكي له إنه كيف صار هيك إحنا كان عندنا مصاري فهذا بيحكي له إنه دفعنا لمحاميين تمام فأنا أتوقع إنه هذا الشخص هيكون هو مدير العمليات لأنه هو اللي عم يطلب مصاري لازم نتعقبه ونشوف شو أموره بفرنسا موجود طبعا ونهكره أكيد آه هذا بتوقعوا إنه القائد تبع المجموعة لكن أنا ما بتوقع إنه القائد خلينا نشيك إذا هو قائد ولا لا من خلال التراسلات من ملفه كامل مش عارف لازم أشوف الملف تبعه المكالم نراجعها ننة ما تم اعتقالها حتى هاي اللحظة طيب رح أطي أمر باعتقال ننة وهذا الروسي رح أطي أمر باعتقاله وهذا الشخص برضو رح نعتقله موجود في باريس لأنه ماريو رح أعتقله كمان أوكي هدول هلا كافيين إن شاء الله تنجح العمل أو يا الله خسرنا طيب طيب في عملية طيران هون المدير المال عم بسافر من فيينا لبرلين أوكي في عملي خطيرة معناته على وشك إنها تصير رح أضغط على برلين هلا لا يا جماعة بديش أضغط على روسيا أنا بدأ أضغط على برلين على ألمانيا طيب الآن رح أضغط على ألمانيا عشان أرفع عدد القوات فيها في عملية اتصال أنه أنا ما رح أعمل أي شي من هال المواضيع والثاني سليهدد سليحكي له أنه أنا بوعدك أنك رح تندم إذا ما أجيت هسا فالثاني عم بيحكي له أنه اللي بتحكيه كثير مهم بس أنا لازم أروح ويساب عليه ما سبي مش ما احترامي فالوضع هنا خطير جدا أتوقع أنه هذا حيكون أوبريشن مانيجر أوكي لاتصل للمكالمة والثاني حيكون جندي لكن المزيد من التعقب مهم جدا أوكي هذا اللي في رومال مكسيك شو وضعه رح أتعقب اللي بالمكسيك وهك الحساب أكيد آه ما رح يزبط تحكير الحساب حيبشل لأنه ما عنه القوات كافية أو نجح الهاك أوكي بيتوقعوا أنه مشتبه به فأنا رح أحط أنه مشتبه به لأنه هاي المعلومات المتوفرة عندي يا جماعة الخير أوكي بالنسبة للثاني وصل للأوف أوكي هاي الماني ضغطنا عليها رح نحط فيها هاكرز ورح نحط فيها المزيد من القوات الشرطة والمزيد من المتعقبين الهاكرز ستة شرطة و واحد من القوات الخاصة ماريو هلا موجود بستوكهولم عم بتواصل مع كاسبر موجود بموسكو خلينا نحقق الآن بالرسائل اللي عم بتواصلوا فيها نعرف شو معناها ماريو عم بيحكي أنه أنت لازم تيجي عبرلين لكاسبر كاسبر بيحكي له أنا بدي فلوس بدي تيكت وبدي التكريف التانية ماريو عم بيحكي له أنه أنا راح أوفر لك ياهم كاش بس التكت والأوتير راح يكونوا بسعر رخيص مش شي كتير غالي فكاسبر بيحكي له أنه أوكي طيب هذا اللي هو ماريو أتوقع معناته أنه سيكون عندنا فاينانس مانيجر مسؤول المال لأنه هو اللي عم بدبر المصاري مشتبه به وأراقبه أكيد وأحاول أخترق جهازه لأنه موجود بروسيا وروسيا لدينا قوات كويسة أوكي تم الاختراق فبتوقعوا أنه عضو أنا حطيت أوكي راح أحط أنه عضو لأنه هاي المعلومات متوفرة زي ما حكيت لكم ما إذا تبين عنا إشي جديد هلا أنا ماريو حطيته أنه مدير مالي لكن في شخص تاني برضو حطيت أنه مدير مالي فلذلك لازم نشيك الآن مع بعض هنا عندنا كريس توفر اللي هو مدير مالي أنا قررت أنه مدير مالي وأيضا عندنا الشخص التاني اللي هو ماريو حطيته مدير مالي فأتوقع أنه في عندي أغلاط بالنسبة للماريو لازم نعدل هويته أكيد شكلي هعدل أنه هو يكون operation manager ممكن أوكي وتشوف هلأ شو الترتيب رح يصير في أن نقاط لازم نشتغل على موضوع الفرق التحقيق هايها توقع أنه هاي رح تكون فرق التحقيق إن شاء الله أنه تكون شك غالصة رح أخترق جهاز ساموئيل بالولايات المتحدة لأنه موجود عندنا بالملف بالنسبة لأسامة الحبيب موجود بالسعودية لازم نضغط على السعودية الآن آه ما نجح نضغط على السعودية مبدئيا عشان نحاول نسيت فيها قوات في أن تراصل جديد بين شخص جديد وكريس اللي هو مدير المالي نشوف شو التواصل يا جماعة الخير ماتس عم بيحكي أنه كل شي تمام فكريس عم بيحكي له ماتس بيحكي له أنه أنا بعدت المصاري لكل الأشخاص الموجودين بالقائمة اللي طلبتهم مني فكريس عم بيحكي له شكرا إليك ماتس بيحكي له أنه مش هز شكرا خليك جاهز فماتس بيحكي له أنه ما في مشكلة لذلك أنا هذا الشخص لازم أراجع ملفه بتخيل أنه هيكون هيك قائد أو مدير عمليات والثاني مدير مالي بشكل مبدئي لكن لازم نتعقب الثاني اللي هو ماتس أوكي ولازم نخترق جهازه غالبا هيفشل الاختراق والله نجح الحمد لله كل ما أقول يمكن يفشل بنجح الحمد لله طيب ورجي الاختراق بشو نتائجه تبقوا أنه جندي تحكو جد مش عارف نروح على السعودية عشان عملية الاعتقال بدنا نشوف شو الترتيب هيكون أوكي عشان نعتقل شو اسمه هداك حبيب ونسكر ملف القديم هاي أسامة حبيب رح أعتقله الآن ورح أعتقل ساموئيل ورح أحقق في الأشخاص الموجودين من قبل لأنه الآن صار فيه إنه مجال نحقق الأشخاص المعتقلين زي محمد أندرسون زي فاروق جبل وننا هذول نقدر نحقق معهم رح أحقق أول إشي مع القائد في باكستان بس جنديين فالتحقيق هيفشل بدنا ناس نحقق معهم وتحقيق كون ناجح حاليا بدي عدد قوات جيد من المحققين فرنسا فيها أربع محققين فرح نحقق مع فاروق اللي هو كان مدير العمليات أوكي في عملية سفر هنا كاسبر عم بيسافر من موسكو لبرلين ما عم بيجاوب مدير العمليات للأسف خلق ما شوف شو الترتيب فرنسا نرجع ع فرنسا نزيد عمليات تحقيق فيها بالنسبة لكاسبر شو وضعه هذا الشاب عم بيسافر لبرلين فأنا حاس أنه الإشي حيصير في برلين فلازم نستعد ونضغطع برلين ونزيد عدد قواتنا في برلين طيب حرف عدد دورياتنا بفرنسا وعدد وحدات التحقيق لا خلص بس وحدات التحقيق لازم نرفعها أوكي وصلوا فيه إنه مكالمة بين روسيا مالكوم وادي شوف المكالمة شو وضعها طيب واحد منهم رنعى التاني فعم بيحكي إنه مرحبا كيف الحال التاني عم بيحكي أنا حكيت مع الرجال وراح نبلج ضربتنا عم رنعلي صار يحكي له إنه هل بتعتقدنا مستحقة صار يحكي له آه أكيد الموضوع بستحق لأنه هاي مدينتنا فراح قل له إنه شو بالنسبة للشرطة الشرطة هناك يعني فيه دوريات كتير فبيحكي له حتى الشرطة يضربهم فبيحكي له إنه أنت مجنون ف وفصلوا المكالمة فيس شوف شو هدول وضعهم يا جماعة الخير بلشت أقلق من إني أفشل آه أوكي توقع إنه هذا Operation Manager وهذا هو مجرد جندي لأنه هذا أعطى الأمر أوكي فراح نبلش نحقق أكيد ونخترق بدون أدنى شاك والتاني نفس الشي نحقق مع نتعقب عفوا ونخترق نشوف هنا نتيجة الهاك Operation Manager أنا بس هم عم بيحكو لك إنه قد يكون عضو قد يكون ما إلو دخل في الموضوع كله بس مستحيل ما إلو دخل هون عم بيحكي لك إنه هذا قد يكون مشتبه به أو بس أو عضو فمش عارف في عنا هنا تراصل بين كريس وشارلز بين مدير عمليات ومدير عمليات كيف صارت الاثنين مدير عمليات طيب يا جماعة كريس عم بيحكي لك شارلز إنه إحنا جاهزين إحنا دفعنا للقناص تبعنا آخر دفعات وعم بيستلمها وراح يقوم بالعملية زي ما هو مخطط إلها فشارلز عم بيحكي له وبعدين فكريس عم بيحكي له إنه بعد ما تنجح العملية رح نقتله فشارلز عم بيحكي له إنه وإحنا شو وضعنا بهاي الحالة صار يحكي رح أتخلص منه ما عليك فاللي بفهمه من هذا الحكي إنه شارلز هو مش أوبريشن مانيجر شارلز هو عبارة عن قائد للمجموعة وكريس زي ما توقعت هو أوبريشن مانيجر مدير عمليات إذن هاي الخيوط اللي بلشت نستكشفها وفي عندنا هون رسائل وبلشت أتوتر صراحة لأنه العمليات مش طبيعية هلا كانوا يتواصلوا مع بعض هذا إشي غريب خلينا نشوف شو التواصل بيناتهم اللي صاير أوكي الرسالة أنا مفاهمة كتير بس عم بيحكي له إنه لازم تكون موجود في المكان فمش عارف وضع بلش يزداد تعقيد صراحة رح أضغط ألمانيا كمان مرة مش هنزيد عدد قواتنا هناك لأنه أنا حاس إنه في عملية آه زي ما حكيت في عملية مخطط إلها بألمانيا رح أبعد قوات لا مش حبعد قوات السوات حبعد رجع رجعني عالله رجعني حبعد قوات الشرطة معنات تعتقل هذا الشخص من هذا عبارة عن شو ثلاث قوات ثلاث سيرات شرطة جندي زي ما توقعنا هو جندي وقام بالعملية الآن عم نعتقله تم نجاح عملية الاعتقال طيب الآن بأنه تم نجاح عملية الاعتقال لازم نحقق الجندي رح حط معنا أربع محققين يا رب يقدر يعترف يا رب يعترف ما في أي معلومات شديدة بالأسف طيب بالنسبة لألمانيا حنزيد عدد المحققين فيها وعدد دوريات الشرطة شوف هلأ شو الوضع بالنسبة للمحادثات بينات هذول الاثنين بين وديع وبين مدير العمليات آه في اشي غريب عم بيصير هون شكله العكس مش عارب مش قادر أحلل خلونا نختم حلقتنا اليوم بهذا القدر ونلتقي بالحلقة الجاي هلأ بالتعليقات دي أشوف شو تحليلاتكم للموضوع عشان أقدر أفهم القصة وأحل اللغز الموجود حاليا فأعملوا لايك للفيديو اكتبوا لي تحليلاتكم بالتعليقات واشتركوا بالقناة وبنشوفكم بالحلقة الجاي في أمان الله يا مرتبين